خلال مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح سيسي في بريكس التقى مبارح مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة البريكس الرئيسان اتكلموا مبارح عن العلاقات ما بين مصر والصين وازاي تم تطويرها في مجالات مختلفة كمان اتفقوا على اهمية التنسيق ما بين البلدين في التجمع البريكس كمان الدولتين شكروا بعض على التطور اللي حصل في العلاقات من ساعة ما اتعاملت الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين مصر والصين كان ده في 2014 كمان الرئيس سيسي عبر عن تقديره لمشاركة الصين في مشروعات كبيرة في مصر خصوصا في مجالات البنية التحتية والنقلة واكد ان مصر عندها رغبة انها تكمل التعاون مع الصين في التصنيع ونقل التكنولوجيا كمان تم مناقشة التطورات في المنطقة وركزوا على الاوضاع في الشرق الاوسط واكدوا على اهمية العمل السريع لخفض التصايد ومنع اي صراع يهدد الامن كمان طالبوا بضرورة الوصول لحل شامل القضية الفلسطينية عشان يضمنوا الامن المستدام في المنطقة